السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمع بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم وأتوب لي في البداية كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة في أول أيام شهر رمضان المبارك أعاد الله عليكم بالخير واليوم والبركات في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك بنعزي أسرة الأستاذة الرحلة فضيلة توفيق الأبلة فضيلة مين فينا ما ترباش على صوت الأبلة فضيلة وأهلا ياهو البرنامج الإزاعي وتعالوا بي يعني حواديد أبلة فضيلة وكلام أبلة فضيلة في الإزاع الأبلة فضيلة فضيلة توفيق طبعا هي شقيقة الفنانة محسنة توفيق ومش بنقول كده عشان هنرفها قبل وفضيلة لوحدها عالم يعني لكن في أول يوم من أيام رمضان بتتوفى ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيحة جناتهم بفضل هذه الأيام المباركة دعوتكم ليها ولكل أموتنا بالرحمة والمغفرة إن شاء الله بإذن رب العالمين ربنا يرحمنا جميعا يا رب العالمين نقطة كان في حوار إزاعي مع وزير الشباب الرياضة من خلال إزاعة شباب الرياضة مع وزير الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي يضطرق للعديد من الملفات فيما يخص الرياضة المصرية ومرتضى منصور ويتكلم عن الحضور الجماهيري لمبارات النادي الأهلي دكتور أشرف صبحي قال لك إن وزارة الشباب الرياضة سهمت في وصول عدد الجماهير اللي هتحضر ماتش النادي الأهلي والهلال لخمسين ألف وقال إنه كان فيه تواصل ما بين وزارة الشباب الرياضة والداخلية وكان فيه موافقة لأن الأهلي بيمثل مصر دي بدأ لدخول الجماهير بشكل كبير إن شاء الله تستمر المواضيع والحضور الجماهيري على هذا الشكل أتمنى معالي وزير الشباب والرياضة لكن ثاني وثالث وعاشر هو أي حاجة النادي الأهلي يحصل عليها يبقى سعدتك السبب فيها يعني الحضور الجماهيري النادي الأهلي بخاطب الأمن آه إحنا دخلنا أي حاجة أي مكسب النادي الأهلي حقاوف أن تراشئ فيها معالي الوزير الأهلي خد قرض قال لك إحنا ساهمنا في النادي الأهلي إحنا وقفنا جنب النادي الأهلي فاكرين طبعا والزمالك ومرتضى منصور أبنان وكن كل شوية يطلع لك آه ده الوزير سعد الأهلي على الرجل من الوزير قعد مع ساسي الوزير قدم مئة مليون للزمالك فلوس دعم أنا لما طلبت كارد إجراء قانوني والمفروض يعني لو الوزير ما أشرش وده أمر طبيعي النادي الأهلي لو تأخذنا بأي طلب للبنك يحصل كارد هيا حصل هو مين أكتر نادي في مصر البنوك تأتمنه وتدله كارد يعني والبنوك ضمنا فلوسه النادي الأهلي لكن الوزير إزاي؟ إحنا سهمنا ودعمنا النادي الأهلي وقفنا جنب النادي الأهلي وخذ كارد مش عاربك لا إجراء روتيني يا معالي الوزير ساعتك يعني إجراء روتيني حضرتك بتقول لك يعني بما أن الأندية ديت تتبع الدولة وإنت اللي بتشرف عليها كوزارة الشباب والرياضة فأنت لازم توافع غيره من نادي أخذ كروب لكن افرض أن النادي الأهلي نادي واقع وافرض أن النادي الأهلي مفلس وافرض أن النادي وإنت هديتني موافقة أن أخذ كارد البنك درس الموضوع لأ قال للأهلي لأ ما ينفعش مش هديك كارد حضرتك تبقى ساعت إيه له مساعدة في كده قال الأمر بقعت للدخلية إحنا سهمنا لكن أي حاجة هو أنا بساعد النادي الأهلي وخلاص يعني على الجانب الآخر بقى إعلام النادي ساميرزي قال الوزير وقف وبيضمرنا وبيضمرنا لكن الحقيقة غير كده يعني في نفس السياق برضو اتكلم وتطرق لموضوع مرتضى منصور وقال مرتضى منصور هيخرج من حد وربنا يفك حبسه إن شاء الله ومرتضى منصور يخرج بالسلامة هو الوزير قال كده قال لك إحنا في شهر رمضان والحكم القضائي بتاعه خلاص يعني يعني قرب يخلص يعني هيخرج من حد يعني قال لك القرار القانوني الخاص بي بالنسبة لنا كوزارة الشباب برياضة هو زوال عضوية مرتضى منصور وماكن لستقدارة نادي الزمالك هم قالوا بقى أنهم رفعوا قضية رفعوا قضية على أساس إن مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك وإن بطلان أو هذا الليحة اللي بتقول زوال عضوية العقوبة مقيدة دي ما تنطبخش على بوكلة من هذا القبيل يعني وزير الشباب برياضة قال لك بعتنا لمجلس الدولة واستعجلنا مجلس الدولة قرار مجلس الدولة يرد علينا احنا مستعجلين يقولنا الموضوع يعني وفي النهاية هنفذ القانون وهنطبق القانون ده بعد الديام على الوزين لما يجي انتخاباتنا زمالك القادمة إن شاء الله وطبعا هم مرتضى بقى له سنة انتخابات بقي تقريبا عن مدته ثلاث سنوات يعني بقى نستنى رد رايح رد جاي هم يشتكوا واحنا نشتكي هم يطلعوا قرار هم يشتكوا واحنا هم يكون رد فعلها مع الوزير صح؟ انت الوزير بدل ما تاخد المبادرة كوزارة الشابر يغف حضرتك بقيت بتاخد حضرتك بقيت رد فعل يعني على الجانب الآخر ايمان يونس ايمان يونس بقى ونفس واجع الدماغ بيتسئل او بيتكلم لكن احنا نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي انا مش عارف ايه الحقيقي و ايه المزور ايه اللي تلعتهن فينا ده هو حضرتك ايمان يونس الحقيقي ولا ايمان يونس الشبهة هو حضرتك ايمان يونس الذي ياملك الجائزة من الجائل المانحه هذا هو اللذي نعرف احنا الحقيق انت ناهر ده دكتور اقدر اقول عليك دكتور حقيقي انت واخد شهادة من كل saúde الطب بتقول ان انت طبيب اقدر اقول عليك الدكتور اؤكد ان انت طبيب حقيق ologue انت على شهادة انت الطبيب الحقيقي انت الحب الحقيقي الله سامحك يا محمد اول الحب الحقيقي ي Beispiel الحب يهل محمد يا فؤد يكن حب حقيقي حب اونطى ربما الناس الخبراء في الحب يقولون أنواع الحب لكن دكتوره أقول عليه طبيب إنما ينفع واحد معهوش الشهادة أقول عليه هو ده طبيب الحقيقي طبيب الجراح، طبيب الهوى، طبيب الداوى، طبيب الأغاني ماشي، عرفنا أنت معا والزمالك مثلا بيبيع هذا الكلام لجمهور ماشي بقى الزمالك نادي القرن بيقول لك إحنا نادي القرن الحقيقي واخذ ثلاثة دوري أبطال إفريقيا ما احترمنا للمنافس الرائع المنافسين الثانية اللايحة لا تواكي باللوايح الأولمبية و PEYT و توافق عليها مين ساعدتك خبير في اللوايح الأولمبية؟ ساعدتك خبير يعني تقول لنا اللوايح اللومبية اللومبونجية، قلنا اللوايح الأولمبية الحقيقية بما أننا بنتكلم عن الحقيقة بس طالما توافق عليها لا تجيش تشتكي بقى، لا تجيش تشتكي خلاص تمال أنت ما سميها لينا بذكرني الحقيقة بما ان اللي وايح توافق عليها هي دي اللي ماشية لا بس انا بينهم من نفسي في احلامي بتظهر لي كده وبعيش في رب يا دا احنا صايمين اللهم مني صايم النادي الاهلي شركة الكرة بالنادي الاهلي برئاسة عدل القيعي اجتمعت مع امير توفيق امير توفيق طبعا مسك منصب حاليا في شركة الكرة بالنادي الاهلي واتكلموا معاه علشان يسويقوا من لعبة النادي الاهلي الاجانب يعني زي والتر بواليا في اعارة والاخ لويس ميكي سوني برضو طلبوا تسويق لويس ميكي سوني وولتر بواليا وكان الاجتماع الاخير ما بين المدير الفني للنادي الاهلي مارس الكولر والكابتن محمود الخطيب يمكن اللي كان طالب بشكل واضح وصريح وسريع انه يرحل هو برونوس فرئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي هان سعيبه عدل القيعي يتكلم مع امير توفيقه طالب بتسويق اللاعبين دون خسارة للنادي الاهلي هل منش عايز يخسر في اللاعبه دي يعني كل التوفيق للنادي الاهلي بازن رب العالمين رضع عبدالعاج رضع من المنتخب مصر طبعا زي ما حضرتكم اتبعته بالامس فائز على زنبيا بهدفين هدف لي ابراهيم عادل وهدف لي عبدالرحمن عاطف الشهير بأجوير يعني بدل ما ندعم اللاعبه اللاعبه ليس صغيرة لا كاتاكيد يعني مش حمل النقد يعني منتخب اولومبي يعني المانيا الاسماء الشباب الصغير ده فعبنا ان احنا نقرر نفس دول نجوم دول نجوم ويمكن اصغر من اللاعب في المنتخب القلومبي لكن احنا عندنا بما ان دي العادة وجرت العادة وكل سنة وربنا بيطع لكم عادة يعني كل سنة وحضرتكم بألف خير وسعادة فدول شباب صغاري فرضع عبدالعاج نازل فيهم تطيئة انتخب القلومبي ده ما ينفع شي واللعيبة دي لا تصبح واللعيبة دول مفيش فيهم لاعب دول يعني مفيش يستحقوا ولا واحد فيهم يستحق يلعب في المنتخب الاول ولا 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 يا رضا عبدالعالي وانتهى واخدها سكة انا عمر ما شفت رضا عبدالعالي تقريبا بيشيك بحد الله تقول الاهلي اللعيبة بتاعته وحشين الاهلي كولر وحش زمالك كله وحش المداربين وحشين المنتخب الاول وحش كله وحش مفيش حاجة عجبك خالص كده ولا حاجة دخلت دماغك ولا حاجة تقدر نقول عليها انها هيجي منها يعني ولا ايه بقى شيء باشع يعني الحاجة اللي الناس كلها الى حد تب ما ادفع العيل دي لكيزبت اتنين عندهم لسه ماتش عودة يعني بلاش تحبط العيل الصغيرة تبك كبار وهو مفهمينك انت بتقول اي كلام مخلاص يا عم رضا يعني في النهاية كل التوفيق لي النادي الاهلي باذن رب العالمين شكرا على حسن تابع الحضراتك وما دمت في امان الله ورعايته استغفرك ربي وأتوب ليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته